أرابعة صباحنا الوحيدة بتوقيت جرانتش مجازون إخباري أتيكم ونقاهر أهلا بكم أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لا تستهدف إنشاء بنية أساسية فحسب لكنها تريد أيضا ضمان استدامتها وكفاءتها وصيانتها على أعلى مستوى تبقى للموصفات العالمية جاء ذلك على هامش زيارة مدبولي لمحافظة الأسكندرية لتفقد عدد من المشروعات حيث أكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالأسكندرية يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية تصهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت قال المتحدث العسكري أن الاتصال تناول بحث ملابسات حادث أمس وتقديم واجب العزاء في الضحايا من الجانبين والتنصيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا أعلن ندياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أنه نتيجة لظروف المناخية خلال اليومين السابقين فإن مقر نعقاض جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة قد تعرض لأضرار كبيرة مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به وأضف أنه يجري إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لإنعقاض الجلسات إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية وأضح المنصق العام للحوار الوطني أن تلك الظروف التي أحاطت بمقر انعقاض جلسات الحوار سيترتب عليها عدم انعقاض جلسات المحور السياسي اليوم الأحد الرابع من يونيو على أن تعقد نفس الجلسات يوم الأحد الموافق الحادي عشر من يونيو كما تقرر انعقاض جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعية في موعدها المعلنة يوم الثلاثاء والخميس القادمين السادس والثامن من يونيو أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر توفير عشرة أطنان من الإمدادات والاحتياجات الطبية للسودان وفي بيان صادر عن المنظمة أوضح أن الإمدادات وصلت إلى مطار أسوان بمصر في إطار الاستجابة للاحتياجات الصحية للنازحين السودانيين بمصر وأشارت بيانه إلى أن الإمدادات تشمل أدوية أساسية مستلزمات طبية وأدوية سوء التغذية الحاد للأطفال بالإضافة إلى اختبارات التشخيص السريعة للأمراض المعدية وعلاجها والمعدات الوقائية الشخصية للعاملين الصحيين ثمنت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيم القصير تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأزمة في السودان أعلن رئيس التركي رجال طيب أردغان تشكيل حكومته الجديدة والتي شاملت تغييرات في حقائب وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وخلال كلمة له في حفل تنصيبه رئيسا لولاية جديدة تعهد أردغان بأن يكون محل ثقة الشعب التركي وأصدقاء وحلفاء بلاده كما تعهد بأن يكون رئيسا للأطراك جميعا دون تمييز وإلى أخبار الرياضة حيث يواجه الأهل اليوم الأحدى الوداد المغربي في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا على أستاذ القاهرة ويسعى الأهل لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في 11 يونيو للاقتراب من حسم اللقب وصلنا إلى ختام الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكو أركود الظاهر على الشاشة أمام حضرتكم شكرا على طيب المتابعة ولكم مني التحية أيات عبداللصيف ترجمة نانسي قنقر